ليه بيبقى عندنا شعور في كل مرة انه يحدث اعتداء يوم الجمعة سواء على مسجد او لا كنيسة كأنه نوع من الانواع المفاجأة واسباب هذه الظاهرة بشكل عام والله ايه في احد الصحابة كان بيصلي في احد المساجد القريبة من المدينة فكان بيصلي خلف امام خلف صحابي اخر يعني كان يطيل الصلاة قليلا يعني فسبب الصلاة وسبب المسجد اثناء الصلاة ترك الصلاة وترك هذا المسجد ومشي وروح بيته وبعدين ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لن اصلي الجماعة مرة اخرى لن اذهب الى المسجد فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له ليه كده فقال له في امام غالما كان معاذ بن جبل قال له يطيل الصلاة وانا لا اتحمل هذه الاطالة افتان انت يا معاذ فالرسول عليه الصلاة والسلام غضب حتى بان الغضب في وجه صحيح احمر وجهه من الغضب وقام وعقد موعظة استثنائية ووقف في الناس يخطب تمام وبكل ما اوتي من قوة صوت قال ايها الناس ان منكم منفرين ايها الناس ان منكم منفرين من اما منكم الناس فليخفف فان فيهم المريض والضائف والحاجة انا عايز اقف عند كلمة ان منكم منفرين الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ان هناك افراد من المسلمين من داخل الجسم الاسلامي صحيح من داخل من يذهبون الى المساجد ويعتادون المساجد ينفرون الناس عن بيوت الله لمجرد انه اطالة في الصلاة 3 اربع ايات وما اللي بيقتل يعني كراءة القرآن لو كانت تصد الناس عن سبيل الله فيجب ان نختصرها لو ان كتاب الله نفر الناس عن بيوت الله كتاب الله اعظم شيء لو ان ايات من كتاب الله نفرت الناس وصدتهم عن بيوت الله فلنختصر من كتاب الله من اجل النفوس من اجل اكتذاب الناس من اجل عدم تنفرهم فهذه المسؤولية الشديدة من المسلمين تجاه أن يكون المسجد جاذب وليس منفر وليس مخيف وليس مربوطا بالقتل وبالوحشية فرسالتنا ليهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل للهارب من المسجد لماذا تركت الصلاة ولكن قال لمن يزعم أنه أكثر تدينا وأنه أكثر إيمانا مننا وأنه أكثر حفظا لكتاب الله أنه أحيانا قد يضر بالجسد الإسلامي والآية الشهيرة في كتاب الله اللي كثيرا ما نرددها يا أيها الذين أمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهباني ليصدون عن سبيل الله ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله الأحبار والرهباني هنا رمز لرجال الدين رمز المتحدث باسم الدين قبل أن تتصدى للحديث باسم الدين يجب أن تكون حذر جدا ربما كان حديثك يصد الناس عن سبيل الله فهؤلاء يزعمون أنهم يدافعون عن الإسلام أنهم الأكثر علما بالإسلام لكنهم في الحقيقة يخيفون الناس من بيوت الله